اصغير السلام عليكم وحمد الله وبركاته. مرحبا كيف لكم ان شاء الله تكونوا بالصحة والخير والعافية. بهالفيديو هاد جايب لكم علومات جديدة كيف انت تبحث عن المنتج تبعك بطريقة سهلة كتير. في حال انت ما حبيت مسلا ام ادات الهليومتين او الى اخره اللي انا شارح عنها. فينك انت هلأ شو تعمل? تفوت على الاموازون طبعا طريق الكمبيوتر. بتقول له فوتني مسلا بتشوف القسم اللي انت حابب تتعرف عليه اكتر. لحنا مسلا بدنا ناخد قسم الحيوانات وبتعطيه انتر. بفوتك القسم اللي بعده اللي هو شو نوع الحي يعني الحيوان اللي عندك انت حابب تشوف الارتيقل تبعه. هل هو كلب ولا قطة ولا سمكيه ولا هذول الحيوانات الصغيري ولا ولا سماء اه شو اسم هذا الحصان. لحنا بدنا مسلا نقول له فوتنا عقسم الهندي. الكلاب. او عقسم القطط. تمام? لما بتفوت على قسم القطط او الكلاب. تعمق لسه فيه اكتر. خدنا انتظر شوي. بفوتك كمان لقسم اللي بعده انه شو هادا المنتج اللي انت بدك ياه للكلاب. هل هو مسلا الاكل? هل هو هادا الحبل المشاريز بدك تنتمشى معه? هل هو اشياء النوم? هل هو وصلنا متل ها تنضيف الشعر. هتشلو المطلع لك ويشرح لك اه بعطيك يعني انواع من انواع المنتجات هاي وهي بالنسبة لقسم القطط كمان نفس الشي. كمان اذا بدك تتعمق اكتر كمان بيعطيك منتجات تانية تتعمق فيها اكتر. لحنا خلالنا ناخد مسلا قسم على سبيل المثال اللي احنا بدنا فتنا قسم الكلاب نقول له وبرجينا المنتجات تبع اللي بنامع ليه الكلبي يعني مثل التخت اللي بيسموه. هادا المنتج مربح جدا مسلا لانه يعني وحجمه كبير صح بيكلف شوي يعني بشحنه بيكلف شوي باللاقر بمصاريف اللاقر طبعه المستودعات ولكن فيه ربح كتير لانه سعره غالي شوف ازا بطلعها سيصغير كثير طبعه اطاط هاي تها فكرة مو تبعه كلاب. هاته مكتوبة هندن بد وكاتسن بد لانه فيه كلاب بتلاقيه مثل مثل القطط الصغيري المهم هيك بتعرف انتي اكتر بتوصل لها الصفحة هاي بتعرف ان مسلا هادا المنتج او هادا منوع النوع المنتجات كبير ليش لانه احنا فتنا متل ما شفنا قسم الاول هاوس تيريب بعدين اينا النوع نقول الكلاب بعدين ننالو احنا بدنا اشياء تنامع ليه الكلاب وهون بالصفحة هاي وقت بتعمل مسلا بتقول له ورجيني قديش عم ينباع من هالمنتجات هاي شهريا او قديش عليا عمليات آآ بحس شهرية عن طريق الهيليوم تين وعن طريق الاكس راي اسمها بسم الله. بيستنانك شوي بورجيك قديش عم ينباع منها شهريا. بنقول له احنا سطرنا يوهن من اللي عم يبيع اكتر شيء اللي عم يبيع اكتر شيء بحوالي المئة الف الف واربعمائة حبي هو هذا الاستاذ اللي هون اللي هو هادا المنتج. شايف? عنده مأسات عنده الام والو اكس ال. عم يبيع بواحد وثمانين. بواحد وثمانين بعد التخفيض هاي الكبير يا اعتقد. لحنا ازا قلنا مسلا نحطنا الام الصغيري. عم يبيع بواحد وخمسين يورو. تمام? بتجي انتج و بتسوي بتفوت على عليه بابا. متل ما تعرفنا. هادا المنتج قلنا اسمه هندي بت. يعني بالالمانية معناه انه ام سرير للكلاب. بصول سرير الكلاب اللي بيناموا عليه. بتفوت عليه. بتقول له ورجيني قديش اسعاره. بتتفرج انه هادا المنتج سعره بواحد وثمانة وستين. يعني والله يا صديقي يعني كمان بصد فيه ان هلا هالطربة عم ينباع عم ينباع ينباع بخمسين يشوف قديش المعارجة تبعه قديش الربح تبعه. ازا بتحط عشرين تلاتين يورو اللي احنا لسه ببقى معه كمان يعني ارقام ارقام كويس. ييكو هادا ها? هادا ما شوفنا تموان احنا هون? بينو هادا? ولا انا بخار بيط. ها ليكو هادا اول واحد اللي عم بيوه بعشرين هادا البس سيلار. كان عم بيعه ما ما فقديش. ليكو. هادا هاي بتشتري وحدي كمان حقز انت بشتري كمية طبعا يكون واحد دولار. خلينا نشوف قديش بالدولار والله اعمل لك انه اكتر من مية بحسب لك ياها بواحد ثلاثة وتسعين دولار طبعا فينك جيبوا لسه ارخص من هيك انت لو بتاخد كمية اكبر. شايف هادا هو المنتج. هادا هو المنتج اطعه صغيري. هاد شو لون هادا هم بيع كميات كبيرة خلينا شوف لك قديش هم يبيع هاد. ليكو. هم يبيع خمسة الاف حول ستة الاف حبير يعني تلاتة وسبعين الف هادا المنتج طبعه اللي هو هاد. اللي هم يبيعه بقديش? هم يبيعه تقريبا بسبتاشر يورو. هادو طبعا في مأسات لنك شايف انتي مأسات حاطت منه. ها هادا هم يعمل فيه ارقام كبيرة. هيك بتعرف انه هادا المنتج خلينا نرجع لحنا القسم اللي شو اسمه قديش عليه عمليات بحس. بس كلمة لحظة. ها اخد هو اخد هاي الكلمة. طب من اللي احنا بنقول له. خلينا بالهندبت هيك انت تطلع معك اسم منتج طلع معك منتج له هون بتقول له ورجيني هالكلمة هاي. قديش عليه عمليات بحس شهرية. شوفنا اللي احنا هلأ هون بهذا القسم انه عم ينباع ارقام عالي عم ينباع ارقام كبيرة هيك منتج ما بتلاقيه ويمكن هيك منتج اغلب الناس تشتريه اونلاين. هاتش لهم بتفكر انت بطريقة صح في منتجات تلاقيه مسلا بالسوق موجودة تروح بتشتريه في منتجات صعب تلاقيه ام يعني اذا تشتريه. يعني اذا ما في مكان تروح تشتريه فيه. فهمتشو اصلي في اماكن ما هو مثل التياب مسلا ويمكن بتروح بتشتريه هيك منتج صعب تلاقيه بال بالسوق. فبتشتريه الناس اونلاين. وخاصة الامازون. هيا رجعنا الهندبت بقول لك هاي الكلمة اللي احنا بدنا اياها اللي احنا مركزنا عليها الهندبت عليها. اه يا رقم عالي والله. والله ان هذا المنتج هم فكر بيعه. المشكلة يعني منتجات كتير. هاتش لهم متوصل كتير. انا كل مرة ما عمل فيديو بيطلع بحي منتجات يعني ما كنت خاطر ببالة انهم يباع فيها الارقام هاي. هاتش لهم بتشوف. هديش هدا من بالك عم يباع. عم باع ارقام عالي عم نباع كتير. مية وخمسين الف عم ببيع منه بس من هذا المنتج. هاتش لهم. فانتي يعني ازا انتي بتفكر بالموضوع عم يباعه بسبعة وسبعين. ازا بتحاول يعني ام تبيع تلات حبات لك حبتين مليون. حبتين. اناك ثلاثة خانقول. فعندك انتي ثلاثمائة يورا بس من هالمنتج هاته ازا بعته انتي. ازا عرفت طبعا يعني فهمت الموضوع شلون بيشتغل صح. الموضوع مو عبارة والله شفناها المنتج هذا اشتريناه بدي بيعه وبعدين ما عرف شو تتصرف. الموضوع يعني غير هيك تماما. انا عامل دورة تعليمية وشارح عنها كتير. انتي بدك تفهم كتير امور طبعا يعني. الفهمنا اللي احنا وصلنا لنقطة انه كويس هذا المنتج عجبني. حابب بيعه. بدي اتميز عنه بدي اتميز بالسوق عنه بدي شيء جديد ما حدا عم يبيعه بدي اشوف السعر بدي اشوف الربع. لك تعمل عمليات حسابية تشلون فيه شويتون ولكن هيك بهالطريقة انتي بتعرف توصل لا لا وصلنا لحنا لمنتج شايف بسرعة. طيب خلينا نطلع نرجع برجوع الهوارن قل له مسلا فوتنا خلينا نشوف قسم السمك. السمك ما بعف اكيد بس في كتير ناس عنده سمك. طيب شو بقول لك هذا السمك اكتر شيء عين باع منه والاكل تبع السمك. لحنا ما بدنا الاكل. لحنا بدنا مسلا ورجينا اهي القطع التاني تبع السمك. شو هذي المنتجات هاي غريبة كليات هاي. طيب بنقول له ورجينا مسلا قديش حم ينباعه الشهر من هالمنتجات هاي. عملنا بحس. وبهالفترة كمان لحنا ممكن نشوف نفوت لها قسم الاحصنية مسلا. طبعا ما يخلص شوفوا ازا خلص هذا. لا مو هاي الصفحة ولا هاي الصفحة. وين هاي الصفحة اللي فتحناها? هاي. هاي الصفحة اللي فتحناها بعد السمك. يعني مو هاي الكلمة اللي عم نستهدفها لحنا نستهدف للمنتج هون بغض النظر عن الالف اه عملية بحس لحنا بدنا نشوف شو عم ينباع اكتر شيء من هون. اكتر شيء عم ينباع الاكل هذا اكل اكل اكل. متل مسلا هات شو عم يباع كمان شي منه كتير تسعة الاف عم يعمل فيه شهريا. نشوف. هاي طبعة والله ما بعرف شو هي طبعة السمك. طبعة الحيوانات الطعبة فيها الحيوانات. المهم. مسلا شفنا هيك منتجات ما انصح فيها كتير لانه يعني اكتر شيء بالنسبة السمك نحن فيشتري الاكل. خلاص اشترت السمك وحطتها بالشقص مو ما عليها جسم. بنرجع اللي احنا بدنا نشوف قسم الاحصنة. هاي قسم الاحصنة. مسلا بدنا نشوف اه خلينا نفوت على هاي تبعات الاحصنة. نشوف ازا ليه طلب عالي ولا لا. في الانواع كتير. حقه كمان اربعة اربعين كمان اشهر لشتنين ثلاثة. طيب على ايه على عبابة. بدنا الان نشوف اللي احنا على هذا الشيء له مستقبل ولا ما له مستقبل. بنفوت هالاكس راي. ومنشوف قديش في عمليات بحس. عمليات بحس طبعا ما انا كتير حتى ما انا واضحة ولكن احنا ممكن نشوف اكتر عن طريق نشوف قديش عم يبيع كجال عم ببيع اثمانمائة حبة بالشهر. عمية فيها. تمام? ازا فتنا نشوف شو عم يبيع اكتر لا بأس فيها. ولكن هاي المنافسة عليها قليلي انه ما حدا يعني هلا طلعت لشهر. سمع علي اربعمائة عمليات بحس. ما اعتقد في شايف ما في كتير. خلص ما عطي. طلع لك اكتر منيك منتجات صار وقت يطلع لك الشغلات تانية عاد شلوم. فهيك منتج. الى انتي ممكن تبيعه. عاد شلوم ما في عليه منافسة كتير. يعني انتي اذا بتجي منتج جديد وحلو وبتبيع ارخص بتبيع اكتر من البست سيلار ازا بدك. انا بتصير انتي البست سيلار من اليوم لانه المنافسة اللي ضعيفة تعتبر. شايف? طيب. نرجع لحنا. منشوف انه مسلا قسم تاني. خلينا نرجع متل ما حكينا. هنا فوتنا على الهوست هنا. خلينا نفوت على القارتن. قل له فوتنا على قسم القارتن. بيطلع لك اشياء كتير هنا. تمام? قل له مسلا اللي احنا بدنا نبيع. انا بوسع اكتر بيقول لك شو لسه بدك تبيع بنقول له مسلا بدنا نبيع هذا الهوس المنزل اللي بحطه في الناس الخضرواتها طبعا موسم هذا. طبعا هذا موسم شايف? طبعا طبعا اللي بل يعني بورجيك منتجات اه مشوها خشبة شوية خشب وفلين عم يبيعها بالسبعين يورو. طيب نقول له ورجينا مسلا هالمنتجات هاي شو وضعه كديش عم يباع منا? فوت هالاكس راي وبتعمل عملية تصفي للسعر منشوف انه هاد عم يبيع واو. هاد عم يبيع طريبا ميتين الف الشهر من هالمنتج اللي هو هاد البيت طبعا هذا حجمه كبير. طيب بلاء. طيب نشوف شي تاني هاد عم يبيع ستة وتلاتين الف شو هاد المنتج? هاي مشان اه تزرع فيها هاي بتحط تزرع فيها البزري. تطلعي مية وعشرين حبي عم بيعهم سبت عشر يورو. لا بأس فيهم. طيب. بنفوت مثال اخر. شمك مسلا الدهب ما حفينا عنه ولا بالفيديو. بنقول له ورجينا عن الدهب. لا بدنا نشيل هاي الكلمة. بنقول له رجعنا للشمك طبعا الدهب غالي. بس نحنا خلنا مسلا نضل بقسم الفضة. وهنا. هاي. خلينا نسكر هدول البقية. انو شرحنا عنهم. نحنا بدنا هلا. انترنت سريع شوي. طيب ما مش الحال. نرجع بنعيد بنقول له فوضنا الفضة. ومنشيل هاي الكلمة وبنعطي انتر. بيفاوض على قسم الفضة. بنقول له نحنا ورجينا مسلا للنسوان. تمام? بورجينا بطلع لك عادة اطع الى اعلى بالفضة وما فضة. طبعا هذا مربح هذا المشروع مربح كتير. حتى الليك في اربعين الف عملية بحس. طيب نشوف لا تستغرى. هلو ممكن طلع لك ارقام غالية. يعنو معروف الدهب والفضة غالي والاسعار هي والادوات التجميل. ما طلع ما طلع عنا طيب. معنى معناها بدنا نفصل احنا اكتر فمناخد كلمة دام نشمك. منحطه هون ونقول له بحس. طيب هلأ اعتقد يعطينا بنرجع لهون. ونقول له. بس لحتى يخلص اه يفتح الصفحة لحتى تفتح معك هاي الاكس راي. شايف طلع اكتير وضع. طيب نقول له ورجينا. الناس قديش عمالة بيها شهريا. وقديش نسبة الطلب على على الفضة على الدهب على الشمك بشكل عام. اعطى الطلب عليها عالي. بتنتظر لك شوية لحتى يفتح لان بها الفترة هاي ممكن فوت مسلا على عليه بابا ونقول له ورجينا مسلا كتي نقول هاي كتب العربي اللي هي هاي طبعة الرأبي. تمام فتحت فتحت هالية تقريبا تامن شموك هاي الكلمة بس. هالية الف وتلاتمية الف واربعمية عملية بحث طبعا يعني تحسب اكتر ما يكون راحة بدخل اسم كل قطعاء الاسم مختلفة على التاني. طب احنا بنشوف الناس قديش عمت بيها. بنشوف انو هالكلمة هاد عمال يبيع هاد ليبنس كينج ليبنس يمكن برلين عم بيع بسبعين الف شهر بسم المنتج. نشوف انو ارقام عالي تلاتة وستين. طيح بنشوف اسعارهم. اسعار الفضة بالصين كمان رخيصة بسبعين سنت. خمسة دولار واحد دولار. طبعا هاي ليك شو بدك تنتبه تدير بالك موضوع على الفضة هاي بدك تنتبه انو يكون لما تدخل معلومات تكون نجد معلومات دقيقة. هاي فضة تسمية وخمسة وعشرين. لازم تتأكد منه انو هاي القطاع اللي عندك فعلا ام منفضة مصنوعة ولا لا ولكن هاي هيك تعرف انو كمان قربنا نحن للمنتج. هيك بها الطريقة هاي بتحاول انت بتعمع عبالية الاستكشاف للمنتجات اللي ممكن بتحاول توصلها بتععد لك شغلة كمسا بتصيب بتقرر المنتجات هي قسم الرياضة مسلا كمان بتلاقي انواع كتير. قلنوا مسلا مورديني الشاناتة الرياضية. بيفوضع كقسم الشاناتة الرياضية بتشوف شو عم تشترى الناس اكتر شي. وهيك بهالفكرة هاي عن الطريقة هاي بصيد تعرف المنتجات اللي عم تنباع. كويس المنتجات اللي عم تنباع كويس. ان شارك وقدمنا لكم معلومات استفدتم منا. اتمنى لكم توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.